لا توجد في إقليم كردستان قوانين صارمة تحد من انتشار ظاهرة السحر والدجل فيه فعلى الرغم من كثرة الشكاوى التي ترد إلى الشرطة على عمليات النصب التي ترتكب بذات العنوان إلا أن مديريات الشرطة التي تستلم أوامرها بهذا الشأن من المحاكم المدنية تكتفي بإلقاء القبض عليهم وإحالة أوراقهم إلى قاضي التحقيق الذي يطلق صراحه ما لم يكونوا متورطين في قضايا التحرش الجنسي أي شيخ يصدر أمر قبض بحقه ننفذ الأمر قبض وننفذ القرار الحاكم لكن عند زيارتهم لم نتمكن من القبض عليهم لأن القرار القبض يصدر من قاضي التحقيق وإذا نبلغ القاضي التحقيق يقول المعلومات أو المشتكية ويحضر الشهود أو يحضر المخبر في هذا الحال يصدر قاضي التحقيق أمر قبض بحق أي شخص أو أي شيخ فنية الشخص مية المتهم على هذا الجريم الشنو إذا العمل القام به من المواد الجنائية فيحال إلى محكمة الجنايات ثقيلة لكن إذا حالة جنحة فهذا يعرض على محكمة الجنح ومن هناك يصدر قرار أكثر عقوبة سنة العقوبة الأشدوى إذا حصل من باب الإحتيال هذا مادة القانونية 456 يصدر الإحتيال فإذا مثل ما قلت لك إذا صار بها تحرّج جنسي أو اعتداء جنسي سيتم المادة القانونية يتغير في هذا الحال المحكمة يقرن من الجنايات فعقوبة يحددها المحكمة لكن يتراوح ما بين 10 سنوات و15 سنة أما وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كردستان فرغم تأكيدها بأن مراكز العلاج الروحي هي نشاطات خاصة ليس لها سيطرة مباشرة عليها إلا أن مؤسساتها ترفض هكذا حالات وتشبهها بالشعوذة عموماً الخطباء يركزون على هذا الموضوع والحكومة بعض الأحيان من قبل الأوقاف يواجهون الخطباء بأن لهم اليد العليا في إخفاء هذه الظاهرة الشنيعة فالخطباء جميعاً في كل سنة ثلاث مرات أربعة خمس مرات نتحدث على هذا الموضوع والذي يذهب إلى السحرة ويصدقهم كأنه ارتد من الدين أو يكون سبباً في ذهاب الآخرين إلى السحرة أو تشجيع لهم لذا والذي يذهب إلى السحرة عند بعض العلماء فحكمه حكم السحر في عقيدتنا السحر موجود ويوجد سحرة ونحن طلبنا أكثر من مرة من الجهات المعنية يمنع السحرة طبعاً طريقتنا وأسلوبنا لمعالجة الناس يختلف تماماً عن طريقة السحرة والمشعوذين يعني القرآن يشير إلى السحرة والمشعوذين يفرقون بين المرء وزوجه ونحن نقوم بالتصالح بينهم بعكسهم يعني هناك فرق الداخلية في إقليم كردستان نفذت عدة حملات تفتيش خلال السنوات الأخيرة لإغلاق عيادات الطب الروحني بعد تلقيها شكاوى من مواطنين استغلوا مالياً واعتقلت الشرطة عدداً من المزاولين لهذه الأعمال إلى جانب بعض المشعوذين والسحرة الذين يستخدمون طرقاً ملتوية للنصب على المواطنين نحن عندنا جرت ستة شهر من سنة 2020 لقينا القبض على عشرة أشخاص مقامين بالسحر أو احتيال على المواطنين باسم الشيخ والشيخان الروحاني اللي تسببوا في أضرافي أشخاص الآخرين عشرة أشخاص لقينا القبض عليهم ومحاولين إلى المحكمة نحن بالنسبة لنا لا نستطيع أن نتابع الشخص يروح البيت فلان أو يروح البيت فلان نحن لا نستطيع أن نتابع البيت لكن عند إخبارنا أو سجل شكوى ضد أحد الأشخاص أو ما يسمونهم الشيخ نلقي القبض عليهم فلا نستطيع أن نتابع الأشخاص والمواطنين يروح البيت أو يروح الفلان بيت لا نستطيع أن نتابعهم لكن عند إخبارنا أو حضر الشخص يشتكى على أي شخص نحن نلقي القبض على الشيخ ومنع علاقة بالمواصنين